ومن تونس نتحول إلى لبنان الآن حيث حذر مكتب منظمة الصحة العالمية هناك حذر من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك في البلاد مع تزايد حالات الإصابة وتسجيل سبع حالات جديدة رفعت العدد تراكمية إلى 388 إصابة وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان قال إن البلاد تشهد فاشية الكوليرا هي الأولى منذ ثلاثة عقود تقريبا واعتبر أن الوضع في لبنان هش حيث يكافح البلد لمواجهة أزمات أخرى وهذه الأزمات يتضاعف أثرها بسبب التدهور السياسي والاقتصادي المستمر منذ مدة طويلة كما شدد المسؤول الأممي على أن المنظمة تعمل على ضمان تطبيق ممارسات سليمة للتدبير العلاجي السريري والوقاية من العدوى ومكافحتها وبروتوكولات اختيار الكوليرا لإحالة الحالات وتوجيهها إلى المساوى المطلوب من الرعاية